موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صناعة النجاح في هذه الحلقة سنتناول موضوع البنيان المرصوص كيف نبني الفريق المتميز وما هي صفات الفرق المتميزة وصفات القائد الناجح أيضا والعديد من المواضيع ولكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا أهلا بكم الجديد في بناء الفريق الفعال صناعة النجاح لا يمكن تكون عزيز المشاهد عزيزة المشاهدة إلا بفريق فعال صانع النجاح لابد أن يكون محيطه في حواليه فريقا فعالا لينجح النجاح المبهر حينما سؤل مؤسس شركة الطيران الأمريكي عن أداء متميز لفريقه ماذا قال؟ قال عبارة جدا رائعة وأظن لابد أن تسطر بماء الذهب في حديثه عن فريقه فقال نخطط معا نقرر معا وأنزاح عن طريقهم في التنفيذ لا شك أن الفريق الفعال الناجح مع صانع النجاح هو الذي يوصلك إلى نجاح متميز أما الفردية والتفرد والأنانية لا يمكن أن تجعلك صالعا لنجاح وقد يكون نجاحك مؤقت على فكرة هناك فرق شاسع حتى في السيكولوجية في الحالة النفسية بين نجاحا فرديا وبين النجاح الجماعي النجاح الفردي مذاقه لشخص ومذاقه محدود في وقت محدد ولكن النجاح الجماعي هو النجاح المستمر والنجاح المنبني على نجاحات أخرى بل النجاح الذي دائما يتغنى فيه الإنسان شركات الكبرى اليوم العالمية نجاحها نجاح جماعي وتميزها تميز جماعي الفريق الذي يبنى على طريقة صحيحة ونجاح جماعي ينتج الانتاج غير عادي انظر معي عزيز المشاهد إلى شركة جوجل عالميا كيف تتعامل مع فريقها في حسن الأداء وحسن التعامل وهي تقوم على مبدأ لها مبادئ جميلة وقيم من بينها المال يأتي لاحقا وهي من قيمها الرئيسية أنه المطلوب منك العمل وليس ميقات العمل أو وقت العمل بمعنى أنك أنت لديك ثمان ساعات أو ست ساعات عمل اعملها في اليوم في أي وقت أنت تشاء بالطريقة التي تشاءها حتى أنهم في بيئة العمل وفروا لهم الإمكانيات والرفاهية العالية المطلقة والتي حقيقة تنافس كثير من الشركات العالمية البيئة نعم تصنع ولكن الفريق الناجح المنسجم عزيز المشاهد عزيزة المشاهدة بأدائه وإتقانه تواصله هو الذي يجعله فريقا متماسكا ويجعل نجاحه مستمرا لأن النجاح المؤقت كما قلت طعمه مؤقت ولكن النجاح المستمر يأتي من العمل الجماعي يأتي من عمل الفريق الفعال انظر معي عزيز المشاهد إلى سرب الأوز وأظن سرب الأوز لوحده مدرسة بالعمل الفريقي سرب الأوز أولا حسب الخبراء الذين راقبوا هذا السرب راقبوه ودرسوا كل أداء لهذا السرب سرب الأوز الذي يكون دائما على شكل سبعة بانطلاقه أو بشكل ثمانية ودائما يغير هذه الشكلين له قائد من هذا القائد لهم طريقة تحفيز مشتركة أنهم يحفزون بعضهم بالأصوات كما جاءت الدراسات المتخصصة في علم الحيوان أيضا طريقة طيرانهم أيها الكرام تخفف من الجهد أكثر من ستين في المية لو كان الطائر يطير لوحده انظر معي هذا الجهد الجماعي هذا الطيران يخفف جهدا في ستين في المية من إنتاجية ذلك الطير بل لديهم ميزة جميلة وعظيمة في هذا السرب أنه لو مرضى أو تعب أحد الطيور ونزلت يذهب معها طيرين يقفان معها يحفزانها لتنتظر ثم لتعود فتلتحق في السرب سرب الأوز بأدائه بانسجامه بتواصله سرب محفز بشكل غير عادي بل على أنه يحفز بانخلال الصوت الذي يصدره هذه الشكلية وهذه الطريقة جعلت منه فريقا فعالا متميزا متماسكا هذا سرب الأوز يعلمنا ماذا أيها الكرام يعلمنا دائما أن لأي فريق لابد أن يكون قائد ولابد أن يكون القائد فيه انسجام ومع فريقه منسجم الأهم من هذا وذلك أيضا الأداء النوعي أهم ذلك أن الكل يعمل بجهد وبجد وبعمل ومش كل واحد على التاني من أكثر العيوب التي نواجهها في أعمال الفرق أنه إلقاء الأعمال على أشخاص دون آخرين ومن أكثر الأشياء التي يتذمر منها الموظفين في بيئات العمل يتذمرون حقيقة حينما يجدون يعني يعطى عمل لآخر ولا يعطى لآخر وكأن كل يعني القصة في ناس بتعطيها عمل وبتشتغل في ناس ما بتشتغل وهذا قمة الظلم حتى يشعر الموظف بأنه مضطهض في بيئته وفي مؤسسته وفي عمله ويجعله يعني دائما متذمر من قصص الإواز أيضا العمل التعاوني التشاركي أنهم لديهم حالة اجتماعية تواصلية حينما يمرض أو يتعب أحد الإوازات وتنزل إلى الأرض يأتي معها من يساعدها هذه القيمة الإيجابية لابد أن نتعلمها في مساعدة فرقنا وأن نكون أكثر عملاً وأكثر إيجابية فاصل قصير ثم أكون معكم أهلا بكم من جديد حلقة الفريق الفعال كيف يكون صانع النجاح يؤسس فريقاً متميز من المعيقات التي تواجه حقيقة صناعة أو بناء فريق فعال أولاً عدم وضوح الرؤية والرسالة لهذا الفريق وهذه عن عدم وضوح الرؤية والرسالة يجعل الفريق غير منسجم أيضاً وجود مشاكل عن عدم الانسجام بين الفريق وهذا مما يعيق عمل الفريق الفعال وهذه من النصائح اللابد ينتبه لها يعني صانع النجاح من المعيقات أيضاً التي يواجهها الفريق أيضاً الفعال التمايز وليس التميز التمايز والتمييز ما بين فريق العمل يعني مثلاً يعطاء ناس على حساب ناس هذا من الأشياء السلبية المعيقة لبناء فريق فعال النقطة الرابعة بصراحة وهي مشكلة كبيرة نعاني منها عدم إعطاء الحقوق الكاملة والمنصفة للفريق الفريق لما لا يأخذ الحقوق الكاملة والمنصفة سيكون لديه إعاقة في تنفيذ الأعمال وفي الوصول لعمل ناجح بل أنه لا يمكن أن ينجح أوروبا عانت وتعاني كثيراً من إضرابات العمال في وقت في حينها لأنها حينما يظلم الفريق يكون الأداء غير متزن وغير منسجن من المعيقات التي تمنع بناء الفريق الفعال أيضاً المحاباة أيها الكرام محاباة أشخاص على حساب أشخاص وهذه تنعدل فيها العدالة وينعدل فيها التعامل الإيجابي ويكون فيها تعامل سلبي للأسف الشديد وهي أيضاً من المعيقات التي نجدها في الفرق التي تخسر ولا يمكن أن تنجح من المعيقات التي نراها أيضاً في فرق العمل أيها الكرام وهي صعوبة الأهداف أو أن تكون الأهداف فوق الطاقة فوق المتاح وفوق القدرة والاستطاعة وإيضاً هذا يجعل الفريق غير ناجح ولا يمكن أن ينجح النجاح المبهر في قصة فريق الأوز وطيور الأوز هي قصة الانسجام وقصة التواصل وقصة التناغم وقصة التعاون حينما يغيب هذا كله سيكون الفريق فاشل جبنا مثال شركة جوجل أيها الكرام شركة جوجل بأدائها شركة جوجل بنسجام فريقها هذا الفريق الناجح الذي يعني اليوم تعتبر من الشركات العالمية الكبيرة ذات الزخم المالي الكبير وذات النجاح المادي المبهر بصراحة شركة جوجل من الشركات الكبرى التي تنجح نجاح فعال بأدائها وبفريقها بالقيم التي تؤمن بها قيم رائعة وراقية لابد أن أذكر هنا الشركات في العالمنا العربي أنه كلما كان لهم قيم راقية كلما كان لهم احترام الموظف احترام الفريق سنعكس ذلك على الأداء لذلك أنا من المهارات دائما التي أدربها في قناعاتي وفي دوراتي التدريبية أن موظف سعيد يساوي زبونا سعيدا هذا الموظف السعيد الذي هو سعيدا بحقوقه سعيدا بأدائه سعيدا بانتجامه مع فريقه سعيدا في تواصله وتعامله أيضا سيكون لديه ماذا يا كرام؟ سيكون لديه زبائن سعداء لأن هذه السعادة ستنتقل إلى الجمهور إلى الزبائن إلى العملاء وسيكون أداؤك مراقب وأداؤك فعال كلما كان الاهتمام بالموظف الذي هو رأس مال الشركة وهي رسالة أخرى أيضا لأصحاب الأعمال أرجوكم رأس مالكم الحقيقي هم الموظفين هو فريقك ورأس المال الحقيقي وليس البنايات وليس الشقق والعمرات والآلات والماجينات كل ذلك يمكن تعويضه أنا دائما أسأل لو كان عندنا مصنع وحرق المصنع بآلاته وكان البشر موجود يمكن أن أحضر الآلات وأعيد الصناع مرة أخرى ولكن لو ابتعد الصناع أو ابتعد الفريق لن يكون هناك إنتاجا بل ستحتاج إلى وقت وجهد وزمن وتطوير وتحتاج إلى كثير من الأشياء حتى تعيد الإنتاج إلى ما كان عليه لذلك الكادر البشري هو الكادر الأهم في نجاح أي مؤسسة في نجاح أي منظمة في نجاح أي فريق ناجح لا بد أن أهتم بالكادر البشري والاهتمام لا بد أن يأخذ ثلاث مسارات المسار الأول هو المسار الإنساني لابد أن أنتبه إلى إنسانية هذا الموظف بتعاملنا معه بعلاقاتنا معه وهذا جانب هام وهم جدا الجانب الثاني هو الجانب الحقوقي إعطاء حقوقهم والإنفاق عليهم وإعطاهم هذه الحقوق التي يطلبونها هذا جانب جدا هام الجانب الثالث عزيزي المشاهد عزيزة المشاهدة هو الجانب التطويري حينما تطور من أداء الموظف حينما تتعب عليه ثم تعطيه التدريب المتميز سينعكس عليه بأداء متميز سينعكس عليه بمناء قدراتي بل سينتمي أكثر لتلك المؤسسة في دراسة عملت لمجموعة كبيرة من الشركات الأوروبية حينما سئل الموظفون ما الذي يجعلك أكثر انتماءاً لهذه المنظمة قال لأنها منظمة متعلمة تجعلني أتعلم أكثر أطور مهاراتي وتطورني دائماً لذلك مبدأ التطوير مبدأ أهام ينعكس بالانتماء الوظيفي وينعكس أيضاً بفريق منسج بالأداء وبالعمل وبالجهد وبالإنتاجية أيضاً هذه مسألة حساسة عزيزة المشاهدة لأنك حينما تريد أن تصنع نجاحاً لابد أن تهتم بالمعايير الثلاث المعيار الإنساني أو الجانب الإنساني الجانب الحقوقي والجانب التطويري هذه الجوانب الثلاثة حينما يأخذها الموظف بالفريق سينعكس عليك ماذا؟ إنتاجية عالية تميز واضح واستمرارية في العمل وانتماء واضح المسار سيتضح والعمل سيتضح والإنتاجية ستكون مبهرة هنا سنصنع فريقاً فعالاً بعد أن نبتعد عن العيوب وننتبه لهذه الجوانب الثلاثة الهامة فاصل قصير ثم أكون معكم أهلاً بكم من جديد في هذه الحلقة الفريق الفعال كيف يمكن أن نصنع فريقاً متميزاً؟ صانع النجاح لابد أن تركز على هذه النقاط التالية في صناعة الفريق لابد أن تنتبه أن الإنسان لابد أن تعزز قيمه قلنا هناك ثلاثة أركان رئيسية الركن الحقوقي الركن الإنساني والركن الاجتماعي هذه الأركان الراقية حينما تهتم بها سينعكس عليك فريقاً فعالاً متميزاً نظرية ماسلو التي جاءت لتتحدث عن تقدير الذات وتقدير الإنسان التقدير الذاتي وجعل هناك سلماً هرمياً في احتياجات الإنسان حتى الاحتياجات العلوية أنا أقول هذه النظرية تطورت اليوم في الجامعات العالمية واستطاعوا أن يقدموا نظريات حديثة تتحدث أن الإنسان كائن اجتماعي يحتاج أن تتعامل معه حسب سلمه الخاص نعم هناك سلم مواحد ولكن النظريات المتقدمة اليوم تتحدث أن ماسله عبارة عن سلم خاص لكل واحد ما أروع قائد الفريق الناجح حينما يتعامل مع فريقه كل له سلم كل له احتياجات مختلفة عن الآخر رغبات مختلفة تقدير يختلف عن الآخر هناك من يكون تقديره بالمال وآخر يكون تقديره بالكلمة الطيبة وآخر بكتاب شكر وآخر باجتماع وآخر بعشاء أو بإفطار أو غيره من الوسائل التي تجعل الإنسان يشعر بأنه مقدر وأن ذاتيته راقية وأنه لديه تقديراً هذه النظرية نظرية راقية انعكست على أداء فرق العمل إذن لابد أن تكون يصانع النجاح حينما تريد أن تصنع نجاحاً أن تصنع فريقاً يبدأ أولاً الفريق المنسجم هذا المنسجم لابد أن يكون فريقاً متناغماً وأن يسود جوء الديمقراطية في العمل نسمع الآراء من الكل ونأخذ برأي الأغلبية وهذا الرأي الذي هو دائماً يسير في مسار نجاح الفريق نجاح العمل وهناك هذا يجعلني أتحدث عن القائد كنوع من الأنواع هناك أنواع وأنماط كثيرة من القيادات التي نبحث عنها دائماً في مجتمعاتنا وأساساتنا منها أولاً القادة أيها الكرام القائد المنظم هذا النوع من أنواع القادة المتميزين القائد المنظم هو قائد نحتاجه لصناعة النجاح نوع من الأنواع القادة أيضاً القائد يسموه المحفز الذي يمارس التحفيز هناك قائد يسموه القائد الملك الذي يعني يتعامل ببرستيج عالي ويتعامل بأداء متميز هناك قائد يسموه القائد الموجه الذي يوجه الفريق بطريقة إيجابية ويأخذه إلى المسار هناك قائد له علاقة بسموه القائد الاجتماعي الذي يهتم بالقضايا الاجتماعية هذه أنواع وأنماط من القيادات محمد صلى الله عليه وسلم لقد برع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنماط قيادته المختلفة بل هو مدرسة حقيقية بالأنماط القيادية وصنع فريقا متميزا من الصحابة الكرام هؤلاء الصحابة الذين هم بنوا للأمة والتاريخ الإسلامي تاريخا عظيما وحضارة متميزة في حين لم يكن للعربي أي قيمة أو أي مكانة هذا الفريق الذي بناه محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون قائدا موجها وكان يكون قائدا محفزا وكان يكون قائدا متميزا وكان يكون قائدا عاطفيا لقد أدار كل أنماط الأنواع القيادية وستطاع أن يؤسس فريقا متماسكا على درجة كبيرة من التأهيل والقدرة والأداء المتميز حتى حينما توفى الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة الكرام أبو بكر الصديق ما أجمل عبارة أبو بكر الصديق أيها الكرام حينما بويع وأرادوا الناس أن تبايعه في السقيفة قال عبارة تخط بماء الذهب قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون هذه الخيرية الجميلة التي تحدث عنها سيدنا أبو بكر جعلت منه أنه بني البنيان الصح وكان أداءه النفسي أداء متميز وسلوكه القيادي سلوك رائع وراقي بل أنه أراد أن يؤسس للأمة تأسيسا متميزا أنك تدعو الله دائما وتلجأ إليهم سما أهام جدا في بناء الفريق أيها الكرام أن تكون أيها القائد عطوفا إنسانيا مع زملائك ومع فريقك لا تكون دائما عمليا الشيء العملي شيء مطلوب وهم ولكن أرجوك دائما أن تنتبه أن تكون اجتماعيا وأن تهتم بشؤون الناس وأن تهتم بقضاياهم لأنك بذلك تصنع فريقا فعالا أن تهتم بقضايا الإنسانية الحساسة ذات العلاقة وأن لا تبتعد عنهم بل أن تصنع منهم فريقا إيجابيا فعالا منسجما متماسكا هنا ممكن أجيب أنا موقف على عظمة القيادة وعظمة الفريق قيادة لها علاقة بالقيادة العاطفية نسميها دائما هذا النمط يعتبر من أرقى الأنماط القيادية على فكرة القيادة العاطفية حينما توظف العاطفة في قيادة الموقف هنا ممكن أجيب من السيرة النموية معركة حنين كيف النبي صلى الله عليه وسلم وظف القيادة العاطفية بمهارة عالية جدا وهون بخد مشهد صغير من المشاهد حينما قسم الغنائم وأعطى مثلا المهاجرين زيادة عن عطاء الأنصار فكان الأنصار شعروا بحالة من الاستياءة نوعا ما أنهم طب لا أخذوش بعد عالمهم فأراد أن يجتمعوا وجاء سعد بن عاد بن عبادة وجلسوا معه وقالوا له ما قالوا فنقل همهم أو شكواهم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ما قولك قال قولي من قولي قومي هنا أدرك النبي القيادة العاطفية وقال لهم القولة العظيمة الرائعة وما ظنكم أن يرجعوا الناس بالمال وبالغنم وبغيرها وأنتم ترجعون برسول الله نعم القيادة العاطفية التي تبنى على فريق فعال ونعم الفريق الذي يبنى بشكل إيجابي حفظكم الله ورعاكم وألقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة